سهلة موضوع سهل جدا طيب حصلت السمنة معنى انها حصلت السمنة ان المعدة كبرت عن حجمها وزي ما قلتلكو هي بيبقى في وضعها الطبيعي نصف هذا الكوب نصف الكوب ده في وضعها في هذا الكوب طيب لما تمتلق او يعني المفروض انها تمتلق تمتلق خمس مرات حجم هذا الكوب يعني بتزيد عشر اضعاف حجمها المكونات اللي فيها تقدر تستوعب عشر اضعاف طيب اذا انا زودت الاكل كلت كتير ايه اللي بيحصل المعدة بتتمدد معنى انها تمددت زادت عن حجمها فبدل ما تاخد خمس كبيات من دي هتاخد ستة وتاخد سبعة وتمانية وعشرة وعشرين هتكبر طيب اعمل ايه اول حاجة اقدر اعملها اني اتوقف عن الاكل في نصف الطعام لو قدرت يبقى عندي عزيمة واتوقف عن الاكل في نصف الطعام المعدة هتضغط اللي موجود وهحس بالشبع بس بعد عشر دقايق يعني هم العشر دقايق دول العشر دقايق يعتبروا العشر دقايق اللي بيسموهم كروشيال اللي هم يعني محوريين في موضوع الاحساس بالاكل او مش بالاكل وكلنا جربنا الحكاية دي لما كنت بدأت اكل ولسه ما كملتش غير حاجة بسيطة جدا وقمت سبت الاكل لسبب او اخر جالك تليفون او حد جاي خبط عليك لو انت خرجت وسبت الاكل وانت في نصف الاكل وعدت خمس دقايق او عشر دقايق تتكلم بالتليفون او بتعمل اي حاجة تانية مش هتحس بالجوع تاني فاحنا نستغل لهذه الفرصة نعلم نفسنا ازاي نعمل امتناع عن الاكل عند النصف لو عملت الحكاية دي هتبدأ المعدة تنضغط وهتضغط على الاكل اللي موجود فبدل ما كانت بتسع عشرين كوب من ده هترجع تاني تسع خمسة بس بالتدريج ليه لانها كائن عضلي هي وعاء عضلي فلما تضغط هتقل حجمها شايفين ايدي بتعمل ازاي هتضغط على الاكل اللي موجود تبدأ تضغط بدل ما كانت بتنتفخ هتضغط على الاكل اللي موجود وده اللي بيسموه physiological reduction يعني ايه يعني الطريقة الفيسيولوجية لتخفيف او تصغير حجم المعدة بدون ما قطع بالمشرة وقطع في جسم البني ادم وكلنا عارفين ان قد ايه الموضوع ده صعب جدا انك تقطع جزء من جسم البني ادم فيه مضار كثيرة جدا جدا من ورد كلام ده امتى نلجأ لهذا الموضوع احن عند فشل كل محاولات الطرق للرجيم وعمل الرجيم ده ابسط واسرع وانجع وسيلة للتخسيس انك اشتركوا في القناة